بعد اعلان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على ريف دير الزور بداية شهر ايلول الفائت وهزيمة ابناء العشائر العربية اثر اشتباكات عنيفة على خلفية مطالبة الاخيرة ادارة مناطقهم بانفسهم وان يختار اهالي المنطقة من يمثلهم في القيادات المدنية والعسكرية تعود الاشتباكات اليوم الى الواجهة مع بداية عام 2024 حيث استهدف مجهولون يعتقد انهم منتمون لقوات العشائر التي يقودها شيخ عشيرة العجادات ابراهيم الهفل لقاطا عسكرية تتبع لقصد في عدد من مدن وقرار في دير الزور الشرقي وافق شبكة عين الفرات المحلية موقع نهر ميديا المحلي نقل خبر استهداف مقاتلي العشائر منزل القيادي في مجلس دير الزور العسكري التابع لقصد محمد الرمضان والملقب بالضبع بقذائف الاربي جي دون ذكر نتائج الاستهداف كما تحدث موقع عين البلدي عن فرض قوات سوريا الديمقراطية حظرا للتجوال في مدينة الشحيل بشكل مفاجئ ودون قرار رسمي بل عبر مكبرات الصوت بعد اشتباكات مع مقاتل العشائر على اطراف المدينة خلفت اصابات في صفوف قصد التي استقدمت تعزيزات الى المنطقة وصادرت عشرات الدراجات النارية والمركبات بتهمة خرق حظر التجوال وشهدت نهاية ابا الفائت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية واهالي ريف دير الزور الشرقي بعد اقتحام قصد مدينة البصيرة وبعض القرى المحيطة بها بحجة ملاحقة اتباع قائد مجلس دير الزور العسكري السابق التابع لها مقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الامر الذي استثار ابناء المنطقة ليدخلوا في مواجهات هي الاعنف منذ سيطرة قصد على شرق الفرات